مرسا الخير يا وجوه الخير ان شاء الله تكونوا بخير الفيديو نتالي يوم سنبرتجيه معاكم لانه راح نوصني لزافي مساجات كومنتاغات يقولوني كيفاش نوفره كيفاش نقطع صدوه كيفاش نخبيه الفلوس خصوصا وانه كانت يتلقاها مخدماش كانت يتلقاها المدخول دياله قليل ومهم كل واحدة ولوكا دياله فهاد النوع من الفيديوهات انا سبقلي وبرتاجيتم معاكم ولكن راني عارف انكم ما ترجعوش للفيديوهات القدام فمعليش معلنا صرتوه انه ركاين بزاف لزابونين جدادة فغادي نعاود نقولكم اهم النقاط اللي تخليكم توفروا وتقتاصدوا وتخبيوا ابرعهم كاين بصراحة كانت عدة نقاط غادي نهضروح لاليمونتاسيون لانه صدقوني الكوزينة الكوزينة هي اللي راها هاردة الشعب هي اللي راها مدية نجمو نقولو كتر من نص من تاع البودجين تاعكم ولكن فيما يخص لاليمونتاسيون هذي نخليوها لم بعد نهضرو قبل على بعض النقاط الاخرى وصدقوني انا دقراني نعمر لكم هذي الفيديو ما راش عندي حتى ورقا قدامي راني نهضر غير هكذا لانه بصراحة انا هذي النقاط صافلونت وانا مع تمدمتهم ولو عندي حاجة طبيعية الحاجة اللولاني نهضرو فيها اخواتاتي كل واحد يصرف على حساب المدخول ديالو فما نروحوش نعاندو هذي اللي عندهم ما شاء الله يعني بزاف ونقولو فهم اخواتاتي ربي يزيدهم وربي يرزقناكي مرزقهم وما اكتر ولكن ما نعاندوهمش تانيك حاجة اخرى كيين بزاف اللي الحمد لله ربي ينعم عليه مثلا برزق كبير ما شاء الله مثلا لمره ما تكونش خدامة تولي تانيك خدامة او لا يكون عندو ترقية في وظيفة ديالو المهم يعني المدخول ديالو يزيد اكتر من اللي كان ولكن ما يكونش عندو حسن التسيير وشحال ما يزيدو له شحال ما هو يزيد في المصروف اكتر فهنا مالقغي المدخول زاد ولكن بما انو المدخول زاد المصروف زاد فما كانش توفيرو ما كانش الادخار فلذلك دايما نقولكم انكم اتوما ايه تحاولو تزيدو في المدخول ديالكم ولكن في نفس الوقت مش يشي اللي تدخلوه تزيدو تصرفوه لانو سينو توليو في دوامة تدورو تدورو في نقطة الصفر ومنديرو حتى حاجة تانيك حاجة اخرى يعني قبل ما نهضروع المواد الغدائية نهضروع لكلش دايك رانا كيفنا كيفكم كما كامل الناس ننلبسو نداوي ونحبو نديرو فاقونس المهمة الحواج كاملين نديروهم ولكن باش نوفروا ونقتاصدوا ويكون عندنا توفير اكتر فلازم يكون عندنا التخطيط هذا ضروري ضروري اخواتي اي حاجة تديروها يكون عندكم ليها التخطيط فانا الحاجة الي نسحكم بها وهي هاد الأضرفة لي زونفلوب بوجيتاق وشا هي لي زونفلوب بوجيتاق لي زونفلوب بوجيتاق وهي هاد الأضرفة تقدرو تديروها كما انا ندير لا تقدرو تديروا اي اضرفة هاك انت علي بابيه المهم اي حاجة لي تقدرو تقسمو فيها الدراهم وهاذك الدراهم اليантиقعدو لكم PWM واجه حاجة تـ Luis يعني في اي كاتيجوري تروحوا لهاتك الضرف هكتا باش ما تخلطوش الأضريفة أنتعكم الحاجة اللولى أنتم أخواتي لازم تدرسوا الميزانية ديالكم شحال هو المدخول الحاجة الثانية اللي تدرسوها وهي هذك هذك الفاكتور والله اللي نسميوهم الشارج فكس هذك الشارج اللي ما يتبدلوش وهي إلا عندكم اللوية الفاكتور نتعضو الغاز الانترنت الاسورانس الكارت دو تخنسبور إلا عندكم هذك لزابونمون يعني نمبرت لزابونمون تليفون لزابونمون انترنت لزابونمون تعني تفليكس أي مخروج يخرج لكم شهريا ما تنسيوش تاني هذك الفاكتور اللي يخرجوكم مثلا مرة في العام مثلا كما هنها يعني تخلصو الفاتورا تعدو ولكن مرة في العام يدرسو لكم لشحال خسرتو نتعضو وإذا خسرتو كتر من الشي اللي كنتو تخلصوه فغادي تزيدو تخلصو كتر المهم هذك الحواج كاملين ما تنسوهمش تاني لا تاكس دابيتاسيون لا تاكس فانسيار هذو كامل ما تنسوهمش فخليو لهم الأضريفة اللي باش كي يجيوكم هذك اللي فاكتور تلقاوا به تخلصوهم هذو يسميوهم اللي شارج فكسة هذو اللي ما يتبدلوش راكم عارفين رواحكم إنكم شهريا غادي تخرجوهم وضروري إذا ما خلصوش اللوية غادي يخرجوكم الضار إذا ما خلصوش لفاكتور الضو غادي يقعدو لكم يقعدو لكم الضو إذا ما درتو خلصوش لانتغنات ما غاديش يقعدكم لانتغنات المهمرة كم فهمتوني هنا بعد ما كملتو اللي شارج فكس تروحو اللي شارج فغيابل يمكن نسميوهم كيما هاك اللي شارج اللي يتبدلو واشا فيهم فيهم كل اللي غاست مواض غذائية ملابس صحة فاكنس غيستوران ديفار هاللي هواش كامل المهم الأمور داع الحياة كاملة را همكاينين في هاللي شارج انتو ما حاولوا تشوفو في المدة ثلاث شهور او لمدة السنة كاملة اللي فاتت رحوا شوفو في غولفة البانكار متاعكم شحال راكم تخصرو شهريا وحاولوا انكم تقسمو المهمتور شحال كنتو تديرو مثلا في غيستور والآت الخارج شحال كنتو شهريا تخلصو الملابس ثانيك شحال تشريو وشوفو وديرو المقارنة يعني ما بين كل شهر مثلا إذا عندكم مشي كل شهر تشريو حاجة تشريو هاي مرة في 6 شهر امو ما قيحوش كامل نجيبو ورقة وستيلو ولا نجيبو امتيكي ومركي وكل شي كل شي يعني انتو ما كيفاش راكم تصرفوا فضرهمكم مباتيها انا الحاجة اللي نصحكم بها ضروري انكم ديرو دي سبخيسي هادو كل شارج فيكسي اخواتي اللي هدرنا عليهم في البداية شوفوا إذا تقدروا تسوبرميو كالكو ابونمون مثلا دي فوا ابونمون نتفليكس مثلا انا شخصيا ما نتفرج التالي نهائيا وبالنسبة لي هادو لازا ابونمون تعني نتفليكس باش تشوفوا دي فيلم مو بخصونا المو سا نتغاس با الانترنت تانيك شوفوا إذا تقدروا مثلا حاولوا انكم تشوفوا تديروا كالباريزان إلا تقدرتوا تبدلوا النتر ابونمون اللي تكون موان شاق لازا سورانس با لك تلقا واحد لازا سورانس موان شاق لازا سورانس هاد الحواج كاملين إلا قدرتوا تلقيوا دي سابونمون موان شاق فبدلوا هكتا باش تغاني وبالك ما تغاني وش حاجة كبيرة ولكن تربحوا عشرة أورو وعشرين أورو مليحة يعني فيها بركة ثانيك وش الحاجة اللي تقدروا تبدلوا فيها مهم ما تلفتلي ضرق حلقة مش هنقولها لكم ولكن تلفتلي ما ولا علمنا المهم لكن فهمتوا إنه أي حاجة نقدروا نبدلوها ثانيك لابونمون تعلق الغاز كنتي عندو الليك تخي سيتي والغاز صدقوني سورتون للناس اللي ساكني في فرنس فالناس اللي ساكني في البلاد حقا إنه الغاز اللي موان شغ من الأحسن إنكم تضي تطيبوا بالغاز وتخليوا تضو الأمور الأخرى ولكن هنا في فرنس الغاز اللي بلو شغ ك الإلكتريسيتي ومن الأحسن إنكم تديروا أبونمو وحدة اللي هي الإلكتريسيتي وتديروا بها كل شي تكونوا رابحين أكتر فاللي رح عادي يستعمل الغاز يحاول أنه يفكر في هذه النقطة نروح لشارج الأخرين فكما قلت لكم مثلا إلا كنت من النوع اللي يتبع بزاف الفيديوهات مشترياتي مشترياتي هذه لبسة هذا مكياج هذا ربوية الميناج المهم المهم هيشوف أخواتي هما يعطيهم الصحة وربي يزيدهم رهم يديروا لبليسيتي يديروا لبليسيتي لن يقول لك الشري بالصف عليك يخطي رهم يديروا لبليسيتي لكي لن يحتاج يدير يجبر هذا كود بخوم ويشوف هذا مقارنة وهكذا يعرف وشي شري ولكن يمشي أي حاجة تشوفوها أي حاجة تروح وتشريوها وانت عندك الخزنة مع مرة بالكسوة وعندك الماكياج من نوع عليه وعندك الاسبيراتور يعني لاش تزيد تشري الاسبيراتور جديد ركب فاهميني ولا هاد الاير فراير اللي رمي تروح عليهم بزاف المهم تشريو الحاجة غير اللي تكون محتاجينها مشي كل ما تشوفو الببليسيتي تروح وطاير عليهم هذي نقطة جد جد مهمة نقولها لكم تاني كلكسوة يعني كنتما الحاجة اللي تشوفوها تنقذو عليها غير الحاجة اللي تشوفوها تعجبكم وتروح وتشري ولكن فاهم تكون بلك تلقى روحك لأسقاف زوج صباب وعندك زوج صياء لأسقاف يعني ما تلبسيهم كاملين ولا مرة تلبس واحد لأنه تقول آه عندي خاصة اللبس ولكن غير ما يعجبك شبري الكسوة ثانية عندك الخزنة أنا شخصيا نشري انيك مو كي نكون ضغيم محتاجة ما شي كي نشوف الحاجة تعجبني نشريها لأني في وقت نمضى كنت الحاجة كي نشوفها تعجبني نشريها وصلت فهمت إنه لا هذا تفكير خاطئ نشري غيك الحاجة تكون ضغيم خاصطني وفقط هكذا ما يكونش عندي بزاف ربوش في الطر هذي فيما يخص يروحوا لدراهم وكبار في الأكل خارجا الأكل خارجا ما هوش صحي ما هوش نقي غالي وفتريت القرى وحكي نارك تاكل نام بوحت يقوى وتخلص عليه كي ما قالوا خدت المطار بز برد الفلوس ف أخواتي شوفوا مليح يعني أراني عارفة بلي أي وحدة لو كانت تروح تشوف كنت بانكار ديالها شحال راها تخلص في الأكل خارجا تقاروح راها مخلصة بزاف ويا مشي زمك تدخيل غيستور سانك اطوال ولا نو غي دا كل البيتزا كاباب اللي أشاك فتشري وح منا سانك وغو منا ديس وغو منا سانك منا ديس أشاك فتبالك مشي حاجة كبيرة مغيال مو كي تشوف يعني الثالث شهر راكم ندير بلاك مبالغ كبيرة حاولوا انكم نطيبوا في الدار نرجعوا للنقطة نطيب في الدار مشي دايما نطيب في الدار يكون اقتصادي هذي باش تعرفوها أنا شخصيا في واحد المرة كنت قلت انا يلا كلش نطيبوا في الدار هيا ملايح طيب في الدار بفح ماشي دايما مثلا تروح طيب من الافضل انكم تشوفوا الشي اللي تاكلوه في السيمانة كاملة او في الشهر كامل لما تلا عندكم واحد القنجلات او اللي كبير اللي تقدرو تخزنو فيه ديرو نهار اللي تديرو فيه البغيوش السابلة مادلان بمالدشوز طيبوهم في نهار واحد هكذا باش داك الفور كي تشعلوه لانو كما لابركم الفور لازم يسخن شحال ومهم كي تشعلوه تديرو بلوزير غوسات على فوة تطيبو وتعاودو ومبعديها تكنجليو باش ماشي كل نهار تشعلو الفور على جال غوسات واحدة كل نهار كل نهار لانو صدقوني ليلة تخيسيتي راهو غالي بزاف والناس متاع فرنصا راه على بالهم بليلة تخيسيتي غالي بزاف فمن الاحسن انكم يعني بعد تقطاص وتوفروا تديروهم كامل على ضربة واحدة سينو تلقاوا في بعض المرات الحوايج اللي يكونوا صدقوني يكونوا صحيين كتر وبلغ نسخم لكم موانشا كتر مرنش نكون انكم تروحوا دي ما تشريوا لقاتو اللي بغيوش لانو هالحوايج يبقاوا غير صحيين مثلا حكدا مع الفوتبغ ولا حبيبة زيتون حبيبة تمار صدقوني ملاح اللي غوتي وزا تبقاوا بليجي تمدوا القاتو انا شخصيا ولا دي بلوز يخفى القاتو بلك تمدلهم حبابانان حبيبة تمار كم فاهمين او بلك طريف خبز وخلاص عياوغ هدا هو القاتو القاتو ماشي دايما دايما انا شخصيا ما ناكلش بزاف ما ناكلش بزاف يقاطو بصراحة واشا تعنيك دوكو وكاينة واحد نقطة مهمة تعنيك كيتروحوا تديروا لكوخص ديالكم الى قدرتوا انكم ما تديروا وشو ولادكم من الاحسن انكم ما تديروا وشو ولادكم معاكم لانه بصراحة انا شخصيا تشرا لي كل ما ندير ولدي معاي صرت بنتي الصغيرة لانه تحمق لها الحوائج وما نقدرش نقول هلا وحتى ولدي بصراحة انا وليت ولدي كينديه معاي وبصراحة انجنغال يروح معاي ولكن قبل ما نخرجو كل ولدي ها واشر أنا غادي نشريو زي ما بلا ما تروح ترفض لي هادي وهادي هادي فانجنغال يتفهم الوضع سيتخيغ وين يقول اه ما ما جبس جبس كم فاهمين يعني ولدكم يبدي ويكبرو شوية تقدرو تتحكموا فيهم وتفهموهم ولكن يكونوا صغر ما تقدروش فميلة الاحسن انكم ما تديوهم شاكتا باية تشريو غاية الشي اللي كنتوا معمدين تشريوه اه انا شخصيا نمدلكم الانتاعي وانتو ما شوفوا يعني اذا طريقة انتاعي في القضيان تساعدكم ولا لا ولكن صدقوني الطريقة ديالي انا نشوفها انها مناسبة انا الانتاعي الشهرية عندي انفلوppe الاليمانتا انفلوppe 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 داخل فيها لبردوية دميناج وليبردوية مثلا شامبوان سابون هادو يعني هاد الامور عندي الانفلوppe انتاع غيستو انفلوppe ديالي ديالي ووشا نشيرو بيها نشيرو بيها اي حاجة اللي مدخلاش في الاليمانتا بار اعجمال خاصك ستيلو خاصك ورقة خاصك انبيل يعني هاد الحوا يجمروهم جداخلين في المواد الغدائية ولكن باما اللي فوا نحتاجوهم دوكن نشيروهم اولا مثلا تحبو تشيرو انفلوppe دوكن هادو كاملين يدخلو في انفلوppe الاليمانتا تانيك لزنفلوppe عندي هادو لزنفلوppe شهرية وعندي لزنفلوppe اللي يجيو سنويا نقدرو نسيميوها مثلا انيفرساق كادو واقانس سانتي وش تاني موهم هادو تانيك كشي قولولو ارجانس طوارئ هادو كل شهر نخلي نصم هكذا باش مثلا كي دور العام ونروح ننفوت اللي واقانس ديالي نجبر دا جدرا عندي في اللي واقانس اولا تانيك انفلوppe شوپينج كي دروح يجيو العيد ولا تدي اي مناسبة ونحب نشري هكا الفاتمو نجبر دا جد هادو لانفلوppe تعمرت ونروح نشري بلا ما نتوش في البدج نتاعي فيما يخص الاليمونتاس فيما يخص لانيمونتاس قبل ما تروحوا تشريو ديروا الليست واش خاصكم تشريو هادو لاليست قبل ما تعمروها روحوا حلوا لبلاكار ديالكم شفو كامل واش باقي لكم لانو طعمل دي فوا نشريو حاجة اللي تكون ديجا باقيتنا فالا باقيتنا على هادزيت تشري انا شخصيا جسوي كونتر بيت الخزين انا ما عنديش بيت الخزين الحاجة الوحيدة سرتو هنا يا ابنة فرنسا صدقوني ما نحتاجوش البيت الخزين بلك في البلاد يعني يكون بعيد عليها لمقازنة وكامل بلك تقول ولكن هنا يا فرنسا صدقوني ما نحتاجوش لبيت الخزين لانو ديما كاين كل شي الحاجة الوحيدة اللي ممكن نخبي فيها يعني كالك شوز مثلا مقولو في ويجبنتي دي فوا كونتلكوش كينجبر فريمو بخوموسيون مليحة بزاف فنقول يالا هنشري لكوانتتين تاعد 2-3 موات و تانيك البرودي دي سيف سايف دي فوا نجبرو هكال البرودي دي سيف يكون مليحة بزاف ما نتلقاوهاش دايما طور العام فما عليش نشريها 3-3 قرور والله يفوت وليدك 3-4 شهور راكم فاهمين ولكن الحوايج خورينا صدقوني ما نشريش حتى وللقي دي بخوموسيون لانو ما نحبش كداري تكون معمرة بال ما نش عارفة إحساس ماشي ما نحبش كداري تكون معمرة بالحوايج لذلك أنا ما نحبش بيت لخزين ف لفات اللي تكتبوا لاليست ديالكم والغوصات اللي راكم بغي نديرو هون مكامل تروحوا ديركتما تشريوا الحاجة اللي راه يخصتكم وهاديك سيمانا ولأ كما لا تحبوا تديرو كما أنا أنا ندير المصروف انتا عشر يام دي فوا نشري لها صوم كمبلي لديرتها العشر يام و دي فوا نخلي امتي تصوم هكذا فغلافة با هنزيد تكمل مثلا كما لفخوي دي فوا ما يبقى وش ملاح فنقول يلا هنخلي هنخلي هلعشرين أرولة باش كي تقرب تكمل لدك العشر يام نزيد نشري غي لفخوي اللي خاصيني راكم فاهمين اخواتي فهذه هي يعني بهذا الطريقة بهذا الطريقة تتحمكم كتر في البجين تانيك انا دايرة بزاف التحديات ومشي بزاف رجعوا للفيديوهات اللي غادي تشوفوا التحديات اللي دايرتهم فغير هذك المصروف نتاع كل شهر اللي بيت سانك اللي بيت سانك 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 20 سانتين 10 سانتين اللي تبقالي ندير بهم التحديات وفي الثالث شهر نشوف اللي بقالي انكوخ غير من هذك المصروف اللي انا ديرته بينصور بدون حرمان فيما يخص الموضة الغذائية كاين بزاف اللي يشوفوا يقولوا لي انه الشي اللي دايرت قليل فانا نقولكم في وقت دي كلمة واحدة فقط انه كاين اللي يعيش بها ياكل وكاين دي ياكل بها يعيش فانا شخصيا ناكل بها نعيش مانيش نعيش بها ناكل وفيما يخص اللحوم اللحب هي اللي غالية وهذا ما يعنيش اني مرانيش ناكل صحيف فالبيض التاني فيه البخوتين الحموص هدو تانيك البقوليات فيهم البخوتين اراكم فاهمين المهم اخواتي ان شاء الله الفيديو يعجبكم ما نطولش عليكم زاف هكذا باش ما تمنلوش يلاحب بتمزيد من هاد النوع من الفيديوهات خليوها لي في الكومنتار خليو لي جام ابوني لارك معادة ما تركوش ابوني بطبيعة الحل بارتشو الفيديو مع السلامة